بدأ الجزء غير الرسمي من الاحتفال بعيد الاستقلال حضر الزوار العرض العسكري وزار الأماكن السياحية في العاصمة وتبادلوا الحديث في أجواء غير رسمية وسيبدأ الآن الجزء الرسمي الذي سيفتتحه الأوكرانيون الموهوبون نشاهد على خشبة المسرح المغنيين الشعبين كوزباري ولقد جمعوا في عرضهم بين شعار أوكرانيا وآلة البندورة النشاطات الثقافية أقرب إلى مايا الفتاة الجوجية وهي أوكرانية من جهة والدتها درست لمدة أربعة سنين في الليف غرب أوكرانيا تقدم خلال المنتدى أعمالها الجديدة وكرست واحدة منها للشاعر الأوكرانية ليسيوكرينكا أسسنا منذ شهر أنادي الثقافي الأوكراني الجورجي الحامل لسم ليسيا وسنقوم بالعديد من المشاريع الثقافية التي تربط بين جورجيا وأوكرانيا أكثر يشارك في المنتدى مئات ناشطين من مختلف أرجاء العالم الذين اجتمعوا في صالة الأعمدة في مبنى إدارة كييف كان بينهم أوليكساندر الروماني وهو ولد وترارع في أوكرانيا يترأس على مدى الأعوام العشر الأخيرة الاتحاد الشبابي للجالية الرومانية هذه منتديات مهمة جدا لأنها تقرم ما بين الشباب الأوكراني نعقد اجتماعات ونخرج بمشاريع جديدة تعتمد على أهدافنا المشتركة تنظم هذه المنتديات منذ عشر سنوات من قبل المؤتمر العالمي لمنظمات الشباب الأوكرانية يقول رئيسها ميروسلاف جواك إن هذه فرصة جيدة للتواصل وتبادل الخبرات والمعلومات وأيضا طريقة جيدة للحديث عن ما يجري في أوكرانيا نقوم بتطوير مشاريعنا التي أنشأناها سابقاً إذ أنشأنا خلال السنوات العشر الأخيرة خمس عشرة منظمة شبابية أوكرانية وحضر أعمالنا ممثلون عن اثنتين وسبعين دولة وفقاً لمصادر عدة يعيش من عشر إلى خمسة عشر مليون أوكراني في ثمانية وثلاثين بلداً حول العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر